اشتركوا في القناة نسأل الله أن يدوم عليهم الأمن والأمان وأفراحهم دائما يا رب العم عنده موقف جميل في السعودية وحاب يذكره ايش الموقف اللي صار عندك والله يا أخي محمد الموقف اللي صار عندي صار عندي واعكة صحية في القلب في السعودية في السعودية نعم وأنا رايح أصلي إلى الحرم في أثناء موسم الحج في أثناء موسم الحج ودبل الحج بيومين رايح تحج أنت نعم رايح أحج والحقيقة أني طحت في الحرم واندلوني الشرطة ما قصروا إذا أمر الله خير وودوني للمستشفى الملك عبدالله الطبية نعم لتلقي العلاج نعم وقاموا بواجب كبير 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 أول شيء سأولي قسطرة فقالوا لازم جراحة فتح قلب بالباكر على طول قسطرة لا لا نفس اليوم نفس اليوم نفس اليوم يعني مرة الفجر الساعة أنا كنت تقريبا الساعة 12 لكان الساعة قبل الفجر سأولي قسطرة نعم يعني قاموا بواجب كبير نعم و بالباكر كان тонبية الوقوف نعم انت قادر تمشي كنت؟ ما قادر أمشي ما قادر أمشي لا ما قادر أمشي وقوف عرفه بالباكر يعني اليوم الفجر سأولي إذا قسطرة وبالباكر الساعة 12 ودوني إلى عرفات كيف ودوك إلى عرفات ودوني والله يعني طاقم طبي كامل يعني هذا الموقف اللي يذكره هذا الموقف الجميل اللي يذكره العم بخلفان على أساس يكمل مناسك الحج أخرج المستشفى طاقم طبي بالكامل مع سيارة سعاف مع سيارات سعاف مع سيارات مع سيارات يعني طاقم طبي كامل حتى المنظر المستشفى بعد ممرضين الممرضين معاك معاي لأطبة معاي وأخرجوه من المستشفى وأخذوه لكم بالمناسك الحج نعم وقوف عرفة نعم وقوف عرفة ورجعوك إلى المستشفى بردانية ورجعوني المستشفى المغرب جينا من عرفة للمغرب ورجعوه لي إلى المستشفى وبالليل خروج راءاتهم عشان من بكرة يوم العيد يسووا لي عملية الصباح عملية ثانية نعم عملية فتح قلب في المستشفى في المستشفى اللهم تحمل نعم حديقة يعني قاموا بواجب وإذا هم الله خير كانت حالتي خطرة يعني زيادة يا الله الحمد لله والحمد لله أني أجروا لي العملية وأشكر يعني الحكومة السعودية والطاقم الطبي الذي كان يعني يعمل لي جراحة تذكر حد من أسماءهم نعم أذكر الدكتور اللي هو جراري العملية عملية نعم أذكره أنه سوداني نعم لكن ورجل من من سعودي دكتور سعودي سعودي نعم نعم وعملوا هم الجراحة وكانت الجراحة ناجحة الحمد لله وعلى أمك الحمد وشكرا وبعد أما كملت معهم الجراحة والعلاج فترة تقريبا اسبوعين ويكوني بعدهم الطواف والسعي العلاج مجاني كان مجاني ولا حتى ريال واحد ولا حتى رسوم الفتح تستجل ما ولا حتى ريال أبدا أبدا مرة قالوا ما تلفع شي طول اللهم الحمد كل العمليات مجانية كل العمليات مجان ليس خلصت من العمليات نعم بقل لك طواف الوداع نعم ايش سويت فيه والله طواف الوداع هم تكفلو بو في المستشفى الحكومة السعودية تكفلت بيه كامل أخذوك يا أبو ليس يارك خاصة يعني طاقم طبي أيضا لطواف الوداع وشلوني من المستشفى إلى الحرم إلى الحرم وكيف طفت في الحرم ونزلوني عند الحرم وشلوني فوق الطابق الثاني إلى السيارات سيارات واروحهم ادفعوا بغينا ندفع قالوا ما تدفع روحهم وطوفوني طواف الوداع الوداع كامل سبعة أشوات وعقب ردوني إلى السعي إلى السعي نعم وسعي سبعة أطواف هذا المستشفى هذا المستشفى ومتدبر بكل شي كل شي مرة ما شاء الله ونزلوني نفس السيارة اللي يابيني فيها ودوني بعد الين ودوني الفندق البعثة ما شاء الله ايش اسم المستشفى مدية الملك عبدالله مدية الملك عبدالله نعم وبعدين ودوك إلى الفندق ودوني إلى الفندق ودين ما ودوني الكرفاية ما لي مرة خلاص سلموك حين الفندق بعدة الحج العمانية وما قصروا بعدة الحج العمانية ووفرين لي سيارة نعم الفندق وفري ليه الفندق وفري ليه سيارة واخذوك ونقل نقل ايضا ايضا ازيدك بعد الطيران على حسابهم على حساب هم نعم ركبوه قدام ولا وراء لا والله قدام اه في في بي اي بي رجال اعمال نعم رجال الاعمال على درجة رجال الاعمال انا اول ولد بعد ما اشانتو الولد انا اول ولد كرسيين كرسيين نعم رجال نعم اللهم اكد الحمد وشكرا هذا هذا شكر الآخر للجميع حكومة سعودية جزاهم الله خير بكل ما قاموا به نعم وبعتت الحج العماني من حكومتنا جزاهم الله خير ايضا على كل ما قاموا به ابو خلفان اتلقى جميع العلاج ما شاء الله مجاني في السعودية كل العمليات اللي اجرها عمليتين 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 ايضا بدون أي رسوم حتى رسوم تسجيل في السجلات ما في أي رسوم كذلك العم أبو خلفاني يشكر أيضاً بعثة الحجة العمانية يش تقول عنهم؟ والله قاموا بواجب كبير اللي هو شكل عام أنها البعثة العمانية وعلى رئيسهم رئيس البعثة العمانية ونايب الرئيس البعثة اللي هو أحمد الكعبي والحديقة والأطباء اللي كانوا موجودين كان يوم العملية يوم العيد كان طبيب عندي موجود من البعثة من البعثة يلين الساعة تسعة من الليل نحرجوني 12 ساعة في العملية طبيب عماني طبيب عماني كان موجود معاك 12 ساعة كان موجود معاك 12 ساعة أكثر بعد أكثر بعد نعم ما تركك ما ترك نمول حتى كان معلى طباء السعوديين كان معلى طباء السعوديين أثناء إجراء العملية أثناء إجراء العملية اللهمك الحمد والشباة والحقيقة كل يوم الصباح ومساء البعثة العمانية ترسل طاقم كل يوم يتطمن عليه يعني وأشكر البعثة العمانية يعني وعلى رسم رئيس البعثة والنايب أحمد الكعبي العم أبو خلفان البوقف اللي هو يعني من بهر منه حقيقة كل هذا الحدث اللي صار وأخراجه بسيارة إسعاف مع فريق طبي متكامل ليكمل مناسك الحج ويرجع إلى المستشفى لإجراء العملية هم قبل أن يعملوا العملية كانوا يشوفون العم أبو خلفان فكرة في الحج أنا كيف جاي حجة هناك كيف قاعد يصير الحين قالوا له الحل موجود يا أبو خلفان لا تحاتي نخرج لك سيارات إسعاف وتأخذك لك مال مناسك الحج وترجع لنا بإذن الله في مدينة البلك عبدالله الطبية نعم جزاهم الله خير على ما قاموا به الحقيقة يعني قصة تترج الصدر بأن حاج بحالة الصحية جتجلطة وما قادر يمشي حتى فقالوا له إذا راح نجي لك عملية ولكن يريدوا يكملوا العملية وهو مرتاح نفسيته قابلة لإجراء العملية فأخذوه لإكمال مناسك الحج ويرجع لهم نفسيا مرتاح لإجراء العملية واليوم العم بخلفان الله يدوم عليه الصحة والعافية وطولة العمر يا رب العالمين وعليكم جميعا يا رب هذا موجود ويانا اليوم اللهم كالحمد اللي يخبرنا بهذه القصة الجميلة شكرا لهم شكرا لكل الأطباء شكرا لكل المستشفيات والفرق الطبية التي كانت تعمل في مناسك الحج شكرا لبعثة الحج العمانية وشكرا لكل من ساعد الوالد والعم أبو خلفان أن اليوم الحمد الله بصفحة حبينا نقلها لكم العم أبو خلفان حاب يوصلها لكم ما شاء الله قصة حقيقة الواحد يفتخر فيها أنها موجودة هذه الفرقة الطبية وهذا التعاون وهذه المحبة موجودة في خليجنا الله يدوم علينا أمل وأمان يا رب العالمين